أهلا بيكم مشاهدين مرة تانية وأول فقراتنا في نهارك سعيد فقرة الصحافة هيكون مشرفنا دكتور رفعد فياد مدير تحرير أخبار اليوم صباح خير صباح خير أهلا بيكم وطبع النهاردة أول أبريل 2012 قبل ما نتكلم عن الصحافة رحنا بس فريق عمل نهارك سعيد راح عمل تقرير عن مشكلة أزمة الوقود طبعا بشقيها البنزين والسولار السولار لسه الأزمة كبيرة لكن الوقود خفت شوية هنرح نشوف التقرير ونرجع نبتدي بقى نشوف صحافة واحد أبريل 2012 تجددت أزمة البنزين والسولار ولمتابعة هذه الأزمة ذهبنا إلى إحدى المحطات في منطقة حيوية للمتابعة عندنا حيننا الملتق كان بيجأ حاجة معينة زادت مع ذلك بيعملوا إحنا اللي عملنا المشكلة داتي الناس من هنا فينا اللي عملت المشكلة دي يا بتاع لو عملت الواحد بيقول كلمة إلحق أخوة بنزين اللي كان بياخد عشر لتر أصبح بياخد تلاتين ده بيأسر على اللي قابله وعاللي بعضه لكن احنا عملناه عنداش يعني مشكلة الأزمات هنا خالصة لا بس هو الفاتر اللي فاتي كنت بلاقي كنت بلاقي يعني فين؟ فيه بجامعة الدول موجود تمام وهنا بس هنا بس هنا كنت بلاقيش طبعا في الزمالة كنتش بلاقي خالص في الصحراء كنت بلاقي كنت دمما مسافر كنت بحط يعني والله بالنسبة لأزمة البنزين هو بيبقى موجود متواجد بس المفروض الناس أو السوائين بياخدوا بالكميات المحدودة ماياخدوش أكتر من الكمية لديها تينا بتعمل الأزمة لكن أنا ما عنيتش منها أولا أزمة البنزين مش أزمة بنزين هي الأزمة أزمة سولر مش أزمة بنزين المحطة اللي فيها سولر مافيش عربية بترعب تخش تنوم بنزين فالبنزين طبعا ما بيعرفوش يخش بروح محطة تانية كله بروح لمحطة تانية فبكبس المحطات اللي هي ما فيها السولر بتكبس المحطات اللي فيها السولر ما بيعرفوش يخش يمونوا بنزين والله بصراحة يا أزمة البنزين يعني كانت من قمة أسبوع بالضبط كان فيه أزمة بس أنا متهيئة للتكدس الناس هو اللي عمل كده بس بنزين فيه يعني أنا بمقول 92 موجود بس هو الأزمة في السلار والـ 80 3-4 المقربوزات تقريباً والتوكوسة بيحطوا 80 لكن 92 موجود بس أنا ما خدش ألاقي في البنزينة زحمة فبضطر إن الأزمة جت من كده وبالنسبة لدلوقتي الحمد لله في مفراجة يعني وما فيش أي حاجة يمكن ما فيش أزمة بنزين الأسبوع ده ولكن المشكلة في السلار يمكن تحصل الأزمة تاني الأسبوع اللي جاي عشان نفضل معاكم تابعين شوفوا نهارك سعيد شكراً للتقرير ويمكن أزمة البنزين والوقود يعني عمليين منتكلم فيها كتير وإحنا بنصدر مليون لتر سلار لقطاع غزة يعني إحنا بنصدر وإحنا ما عندنا شيء يعني عندنا شوية مشاكل كده إيه رأيك أشيز ريفا؟ أولاً هي أزمة البنزين والسلار دي تاني مرة تحصل في أقل من حوالي 3 شهور يمكن لكن هي من خلال تحليل الأزمة غير صحيح إنها وراها مافيا وإن نصم أصدر وبعض الخمساء يقولون إنها مطلوبة لا لا غير صحيح إنها قضية عرض وطلب فكان حصل في الفترة الأخيرة قلت الوارد من الخارج لأن إحنا بنستورد ما يقرب من 25% من احتياجاتنا بين البنزين والسلار وأكتر من كده بالنسبة للبتجاز فكان حصل عجز شديد في الوارد من الخارج وبالتالي أصبح المعروض في السوق أقل من المطلوب تبدأ تحدث أزمة وكل ما تتخيلوا بقى بالنسبة لكثير من المصرين عند حدوث الأزمة عملية إن أنا أهرب حاجة وأبيحها بسعر أعلى وإن أنا أخزن حتى في السلع الغزائية فيبدأ هنا يشعر المواطن بحجم الأزمة بشكل كبير فلما زاد المعروض من البنزين في السوق خلاص الموضوع انتهت تماما لكن ما زالت أزمة السلار وإن كان دلوقتي على وشق الوصول هيا طالحنا نسدعين بقى أنه ده غزبا عن نوم لا 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 مش غزبا عن نوم لا ده عجز من الحكومة في توفير الكميات اللازمة التي تتفق واحتاجات الاستهلاك المحلي في الوقت المناسب يعني دلوقتي فيه سفن جاية من الجزائر بكميات كبيرة من السلار وأيضا بعض الدول العربية بس احنا اتحركنا متأخر فلما هتوفر السلار هتتفق طب احنا ليس من القريب أن احنا نكون بنصدر مواد بترولية واحنا يعني عندنا أزمة الغاز واحنا بنصدر برة مصد طبعا نستهلك لا لا كويسا حضرتك الشرط لكده احنا بننتج آه بتروليا فيض على حاجة مصر لكن فيه جزء للشريك الأجنبي يأما احنا ناخده نشتريه أو يصدره وبالتالي والمعامل التكرير بتاعتنا اللي موجودة في السلس وفي الاسكندرية لا تكفي لتكرير كل ما نحتاجه من المواد البترولي فإذا كان كم المنتج من المواد المكررة كافي يبقى احنا كافي من خلال ايه احنا انتاجنا الداخلي زائد ما نستورده من الخارج مكررا ليس اولا بقى ان حكومتنا يعني تشوف تحل مشكلة التكرير دي تزود معامل التكرير المعامل طبعا تكليفتها مليارات الجنيهات فاعتقد من خلال اخر تكرير نشر ان معامل تكرير السويس مثلا كان يحتاج الى التعديل والتطوير يمكن من حوال 10-15 سنة فاته طيب استاذ رفعت عشان بس الوقت ما اخدناش خلينا ناخد الاخبار لانه احنا عندنا اخبار اكبر بكثير بقى من ازمة البنزين الاخبار الصفحة الاولى الشاطر مرشح الاخوان للرئاسة والجمهورية الصفحة الاولى بعد ظهوره في اضخم حملة دعائية ابو اسماعيل من اين لك هذا المصر اليوم الصفحة الاولى محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد 17 ابريل القادم في اكاديمية الشرطة والاهرام الصفحة الاولى المعلمون وموظف الضرائب والالترس يهددون بتصعيد احتجاجاتهم والوفد الصفحة الاولى محامي مبارك يمفي وفاته وعزمي يعود للسجن بعد اجراء عملية جراحية والشروق الصفحة الاولى فايز ابو النجا وزيرة التعاون الدولي صندوق النجا الدولي اعلن تأييده لحكومة الجنزوري للاصلاح الاقتصادي تصريح وجمهورية الصفحة الاولى 14 شخص سحبوا الاوراق في اليوم الثاني والعشرين لماراتون الرئاسة والاهرام الصفحة الاخيرة خبرين اولهم وقفة احتجاجية في نادي الجزيرة على قتل القطط وانخابر التاني رحيل معلم ليلة الحلمية دكتور سيد عبد الكريم الله يرحمه والبقاء لله في فقيد الشعب المصري كلنا نتذكر دكتور سيد عبد الكريم معلم زينا مستماحي في ليلة الحلمية والكثير من الأعمال الرجل العظيم الله يرحم يلا يرحم نبتدي فقراتنا بقى بقى الخبر القنبلة اللي فجرتها الاخوان مبارح الشاطر مرشح الاخوان للرئاسة والجميع ينتظر رد فعل المجلس العسكري شو انت حضرتك قلت الخبر القنبلة الخبر القنبلة لعدة أسباب نمرت واحد أن جماعة الاخوان المسلمين كانت قد أعلنت وأكدت أكثر من مرة أنها لن ترشح أحدا للرئاسة ولن تنافس على هذا المنصر نمرت اتنين أن الإخوان المسلمين ويمثلهم الجناح السياسي بالنسبة لحزب الحرية العدلة داخل مجلس الشعب والشورى أيضا نسبة ما حصلوا عليه من أصوات أولا لأن كان الشعب ما فيش قدامه إلا هذا الفصيل بعد حل الحزب الوطني وبالتالي شباب الثورة لم يتواجدوا في الشارع أو في أحزاب جديدة بشكل كثير عشان يتم انتخابنا أن يمثلهم فكان هذا الفصيل هو اللي حصل على هذه النسبة اللي تكاد تكون إجماليهم حوالي سبعين في المية من مجلس الشعب وإن كان حزب الحرية والعدالة حوالي أربعة واربعين أو خمسة واربعين في المية لكن فوجة الجميع بأن الجمعية التأسيسية معظمها من الحرية والعدالة وخمسين في المية من البرلمان وخمسين في المية من الشخصيات العامة للجمعية التي ستضع دستور مصر الدائم والذي يجب أن يكون معبرة عن كل فئات المجتمع والمحصرة النهائية حوالي خمسة وسبعين في المية لأن برضو الشخصيات العامة جزء كبير منها من الإخوان ومن حزب النور وبالتالي هنا أصبح هناك عدم مصداقية لدى الشارع في جماعة الإخوان المسلمين أو الطيار الإسلام السياسي في أنه يعمل للمصلحة العامة وليس لمصلحة الجماعة أو الفئات نمرة اتنين في مجلس الشورى أيضا أصبح القيادة رئيس مجلس الشورى أصلا إخوان وسبعين في المية من مجلس الشورى الطيار الإسلام السياسي وبدأ الإخوان أيضا أو طيار الإسلام السياسي في الفترة الأخيرة يقاتلوا بشراسة شديدة جدا لإقالة حكومة الدكتور الجنسير وهي حكومة إنقاذ وطني إذا جازت تعبير وفترتها محدودة وعلى أساس أنه هم يفرضوا أمر واقع أن يكون للبرلمان بأغلبياته يدور في عملية تشكيل الحكومة قبل أن يسجل ذلك في دستور دايم يقول أن نحن نأخذ بنظام الحكم برلماني ولا رئاسي ولا مختلط فلما فشلوا في كده بدأوا يقاتلوا من أجل الرئاسة ودفعوا بالمهندس خير خلينا بقى نقف أن كل الأسباب دي الناس قتلت بحثا في الإعلام أنه وصلنا للنقطة دي إزاي لكن إحنا دلوقتي عدنا خط يعني أدي واحد إبريل أهو دخلنا خلاص النهاردة نعم أدي بداية واحد إبريل وده يعني ياسكي الكثير قالوا أنه ده يشكل نقطة مفصلية أنه في رد فعل مفروض هيحصل أنه كل فعل له رد فعل إيه المتوقع في الفترة اللي جاية أو يبقى إيه رد الفعل على هذا الترشيح لا أشوف أولا حضرتك حاجة هو من حق أي إنسان أن يترشع ومن حق أي جهة أن تترشح لكن ما حدث يعتبر يعني زيادة في حجم الصدام ما بين حركة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى أن الكثيرون يتكلمون عن سنة 54 لا ليه لأن تبريرات جماعة الإخوان المسلمين وحتى في اجتماع مجلس الشورى الإخوان مبارح لما بيحاولوا يصوتوا في عملية هل يدفعوا بمرشح القرار صدر بأغلبية 56 ضد 52 بالضبط فلأن الإجمالي كان 108 واحد وبعد سبع ساعات انتهوا إلى هذا الرأي تبريرات جماعة الإخوان للقرار أن نمرت واحد لأن المجلس العسكري أصر على إبقاء الحكومة بحكومة كمال الجنزورة لم يقيلها ويعطي للبرلمان فرصة لانتخاب حكومة برلمانية نمرت اتنين أن المجلس العسكري شوف التعبيرات يعني كأنه ده إعلان تحدي للمجلس العسكري أن المجلس العسكري يصر على أن الجمعية التأسيسية يعاد تشكيلها وتزيد نسبة الشخصات العامة خلينا نقف عند نقطة التحدي نعم نقف عندها نحن خلاص كده عرفنا هم يعني قالوا أسبابهم وحتى منها أن هم غير طالبين للسلطة محدش عارف إزاي هم غير طالبين للسلطة في الشكل ده لكن هو السؤال دلوقتي إلا هيحصل بعد فترة أعتقد المجلس العسكري لن يتعامل مع الموقف بشكل عنيف لأن قد يترك الأمر للقوى السياسية المختلفة إنها يعني تحسن الموضوع ويعمل مجموعة أو يكمل مجموعة الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي على أساس يعاد تشكيل الجمعية التأسية على سبيل المثال بدل ما يكون خمسين في المئة وخمسين في المئة يقوم عدد من ممثلي طيار الإسلام السياسي المعينين أو المختارين من مجلس الشعب بالتنازل طواعية عن اشتراكهم في الجمعية ويدفع بعدد من الشخصيات العامة والشخصيات القانونية بس نتأهل هو السؤال هو ده قابل للتحقيق في الظل إنه كل القوى السياسية الاجتماعية قالت إنه الإخوان رفضوا كل الاجتماعات اللي قد يمت لهم هيبان في الفترة الأيام القليلة القادمة هذا التوجه لأن البديل بدأت دلوقتي كثير من التظاهرات تظهر في الشوارع ضد تصرفات الإخوان في موضوع الجمعية التأسية عن إحنا إيه هناخدها ستبا ستبا على أساس حتى لا نستبق الأحداث ويحدث الصدام أما موضوع خيرة الشاطر إن ينزل أو ما ينزلش يرشع من قبل الإخوان ولا لأ ده لنتركه جانبا على أساس إن ده رأي الشارع يختار من يريد ومن حق أي حد ينرشح نفسه لكن الدفع بالمهندس خيرة الشاطر هيفتت أصوات طيار الإسلام السياسي اللي يمثله حالي دلوقتي أربعة يعني خيرة الشاطر والدكتور العوى والدكتور عبد من عمل الفتوح وحزم أبو اسماعين يعني أربعة دلوقتي لهم خلفية أو مرجعية دينية فهنا بلا شك هيفتت الأصوات وهيزيد حالة الزخم الموجودة وده بيأخذنا للجمهورية الصفحة الأولى بعد ظهوري في أضخم حاملة دين دعائية أبو اسماعين من عينها لك هذا والناس كلها وقفة محتارة في اللي بيحصل والمظاهرة والزفة اللي هو راح بيها عشان يقدم أوراق ترشيحه وكمية البوسترات هيا الناس مش فهمة لا ده مش كمية البوسترات بس أولا يعني الكلام ده حصل يوم الجمعة ولا تدخيل أنا كنت فيه أكبر اليوم يوم الجمعة اللي هو أجازة البلد وقفت تماما نظرا لكسرة عدد المؤيدين الذين صاروا في موكب كبير جدا من مسجد أسد بن الفرات لحد مقر اللجنة الانتخابية بالإضافة إلى حجم الدعاية الانتخابية الخاصة به المرشح حازم السؤال قبل أن تبدأ هذه الدعاية دي مخلفة قانونية كمان يعني تم ارتكابه وإن كان حازم أبو اسماعين أصر وأكد أنه لا دعم له من الخارج وأن دي يعني حب الناس لي وأنهم ذهبوا إلى الشهر العقاري ليعطوا توكيلات له دون أي مقابل وخلافه لكن في النهاية بلا شك حدث ترتيب منظم لمجموعة المؤيدين له ولكن ليست هذه علامة على شعبية مرشح ما لأن سيكون الفيصل هو صندوق الانتخاب على المستوى القومي وليس مجموعة مؤيدين يسيرون في شوارع القاهرة ويحدثوا زحم معين للدلالة على أن حجم المؤيدين لمرشح معين كبير أكثر من مرشح آخر طيب لأنه نحن ناخد خبر واحد ويمكن حتى يعني فيه خبر سيمكن حتى نقوله مرة تاني محمي مبارك ينفي وفاته وعزم يعود للسجن بعد إجراء عملية جراحية لكن ممكن نقول فيه خبرين مرتبطين ببعض وهو المصري يوم الصفحة الأولى محاكمة المتهمين في مجزرة كورسعيد 17 إبريل القادم في أكاديمية الشرطة وفي المقابل الأهرام الصفحة الأولى المعلمون وموظفوا الدرائب والألترس يهددون بتصعيد احتجاجاتهم الموقف واقف ما بين أنه الناس عايزة حقوها وأنه المحاكمة لسه هتم وما حدش عارف أنه يحصل فيها إيه وما بين قصين مفيش حد الحاكم لها تلاحظة الجزء الأول بالنسبة لمحاكمة المتهمين في حادث فعداث أستاذ بورسعيد قررت المحكمة الإسماعيلية أن تجرى المحاكمات في أكاديمية مبارك نظرا للنحية الأمنية قدر أعمل كنترول عليها وصعوبة واستحالة عقدها في بورسعيد طبعا حادث اعتراض من قبل بتوع الألتس ومجموعات أخرى ومحامي المتهمين وخلافه من أن يتم عقد المحكمة في أكاديمية مبارك إنما هي من النحية الأمنية مما سيضع لود أو ضغط على قوات الأمن في تأمين المكان أيضا نظرا لأن الأمن نفسه متهم بالتقصير في هذه المسبحة وعشان الأكاديمية مبارك برضو شاهدت الكثير بقى من الأخد والرد والاجتباكات أما التظاهرات التي حدثت بالنسبة للمعلمين أو بالنسبة للمصلحة ضرابة خلافه والألترس برضو مهم مشتركين بقى المعلمون عشان إصلاح الكادر والمطالبة بتثبيت المؤقتين منهم وأيضا العودة للنظام التكليف بالنسبة لخريج كليات التربية بعد ما تم إلغاؤه وبالنسبة للألترس أن هم بيطالبوا بسرعة القصاص مما حدث من المتهمين في حداث استاذ بورسعيد وأيضا بالنسبة لمصلحة الضراب مع هوجة وزفة التظاهرات والاعتصامات على أي قرار يصدر في أي حتة بتوع الضراب معترضين على المد لرئيس الحقيقة المصلحة وبيطالبوا أن مجلس الإدارة لا يعين كده ولكن ينتخب انتخاب مباشر وبالتالي بيطالبوا حاجات كثيرة وكثير من المستشارين يتم استبعادهم من داخل المصلحة وإلا سيكمل اعتصاماتهم ويصروا على مطالبهم إلى أن تتحقق تزرف على المتفائل؟ إن شاء الله مع كل ما يحدث أنا متفائل لأن كل ما يحدث لا يساوي يوم واحد مما كان قبل ذلك قبل ثورة 25 نتمنى إن شاء الله أستاذ رفعت فياب مدير تحيير أخباري اليوم نورتنا مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا فقرتنا في نهارك سعيد مستمرنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر